السلام عليكم اهلا وسهلا بكم معكم محمد زيد ومرحبا بكم في درس جديد في سلسلة تعلم المايكروسوفت بوربوينت بالعربي اللي هو عبارة على برنامج من برنامج سلسلة الأفس في الدرس هذا حنتعرفه على تقنية التجريد أو كيف طريقة تجريد الأشكال في برنامج المايكروسوفت أفس بوربوينت أو تجريد أشكال من بعضها حرفيا شين الفكرة من 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 فكرة التجريد أو شين المضمون أو الفايدة منها الفايدة منها أن نحن نبدو نحتفظه بشكل ولكن نجرده منه شكل يعني مثل نحن محتاجين دائرة لكن دائرة نبوها تكون مفرغة من الوسط خلينا نقول يعني نبوها وكأن تكون رقم سفر يعني نبو سفر زي احنا ما بتعارفين على ان هو يبار على دائرة ومن الوسط فاضي فاحنا مثلا نبو نكتب السفر هداكا كيف حنصنعوه الشكل هادا متلا بالميكروسوفت بوربوينت ومش حابين يمشوا لي وورد لا لي متلا فوتوشوب أو غيرها حنشكلوا دائرة متلا وكأن تكون على شكل بيضاوية أو سفر بعدين حناخدوا دائرة تانية دلت لها كوبي بس نسخ لصق ونصغرها أنا حاليا درش نبbery الكبيرة تقعد لكن الحدود متاع دائرة صغيرة وكأن الدائرة الصغيرة هادي نب ونجبد ونجبد كل شي تحتها لي هو هيكون الشكل التاني اللي تحتها هدي فكرة التجريد تجريد شكل من شكل يعني عندي شكل نحط فوقه شكل تاني أو الشكل اللي اني حاطيته الفوق هداكا او هو التاني هداكا من بنحيه وبنجرد كل شي تحته يعني هو نبيل نحيه ونفرغ كل شي تحته بش يكون الشكل الكبير يقعد لكن يكون فصله فراغ بحجم الشكل اللي انا حطيته فوقه يعني زي مثلا خلينا نجربه قبل ما نجربه السفر اللي احنا احكينا عليه خلينا نجربه شكل بسيط نتعلمه منه مثلا انا عندي المستطيل هذا وعندي المستطيل هوه طبعا في حالة انجاك ان المستطيل هذا اسفل يعني جاك هو من لطا احنا سبقوا تعرفنا عليه الشي هذا في اول الدروس في السلسلة اللي هي في هوم كيف كل شي في يعني تعرفنا على القائمة القوائم اللي موجودة فوق هذي كلها وتعرفنا على كل قائمة الازرار اللي موجودة فاها كلها كل زر سين يدير يعني شرحناها الفكرة هيا لكن بكل بساطة هي اننا نحدد الشكل نحطه فوقه وندير اه ندرو لها اه او ارجع على الخلف فبالطبيعي هذا حيجي للامام لانها ذا كاردة للخلف فالمهم خلينا نقول له لفكرة السبستراكت او التجريد تمام انا عندي الشكل هذا حددته يعني نحدد الشكل اللي انا نبيه يقعد قبل انا نبيه المستطيل الكبير هو ليقعد خليته لكن نبيه الشكل الصغير هذا هو ليتنحق انحدده هو التاني يعني نحدد الشكل الاساسي الخاص بيه هو الاول بعدين نحدد اي شكل مرة تكون اكتر من شكل انا نبيه انجرده او يتم تجريد به لاي شكل تاني نحدده هو التاني او التالت او الرابع او الاخير هي من عدد الاشكال تمام انا عندي شكل انا عندي شكلين بس الشكل الاساسي اللي حاب انه هو يقعد خليته بعدين حددت الشكل التاني اللي هو اني بنستخدمه باش نجرد به الشكل الاول حددته بعدين نمشي لقايمة فورمات او تنصيق بلغة العربية بعدين نمشي لخيار او ممكن تكون دمج الاشكال بالعربي او مش عارف شن ممكن تكون بالعربي نمشي لخيار نلقو عندنا خيار اسمه او تجريد نضغط عليه او نوقف عليه بس نختاره تم تجريد الشكل شنصار المستطيل الكبير اللي كان عندي قاعد هادا هو المستطيل الكبير لكن في عندي في الوسط بدي في عندي فراغ الفراغ هادا هو شني عبارة على الشكل اللي كان فوقه حديق حاليا هادا مع الشكل يعني هادا بس الشكل حاليا يعني حتى كنا ندير ونكتب يعني هادا توقع مدى حديش وحديش وحاوك انا فراغ يعني مثلا كنا نديره كليك كيمين ونديره فورمات باكراون او تنصيق الخلفية ونعطي للخلفية لون ونجونا لونه هادا حاليا هادا بداوه خلينا نغيره لون الخلفية لانا جاي نفس لون الاشكال نجروه مثلا اصفر حاليا الشكل هادا بداوه كأنه خلفيا معاش في شكل مش متلا هو قاعد شكل لكن تم اخفائه لا مش موجود شكل من الاصل عم تجردناها انتصح كله فحاليا هادا بداوك يتلون بلون خلفية نفسها نقدروا نستغله احنا الفرصة هادي بدل ما نكتبوا كلام طول حتيكون متلا فهجة مال اكتر ناخدوا نفس الشكل يهو مربع او مستطير ونحطوه في الوسط نلونوه مثلا هيا الشيب فل نلونوه هكي بنفس الالوان ونجونا حددوهم الزوز يعني بدا عنده شكلين بس الشكل هادا اللي تم تجريد منه والشكل الثاني ندير كليك كيمين جروب جروب تو هادا بدا عنده شكل انا وكأنه برواز او اطار نقدروا نستغله الفرصة جميلة جدا نحددوا الشكل هادا اللي في الداخل قبل ما نديروا جروب مثلا ناخد الشكل هادا ندير كليك كيمين فورمات شايب نديره يعني نعبي المربع هادا بصورة يعني نحط صورة هنا بعد ما نعبيه بصورة ندير كليك كيمين على الشكل الثاني وجروب يعني وكأنه عندي صورة في برواز بذكرت برواز لصورة وكأنه شكل واحد والخلفية ما بينها هني الفراغ هادا بلون خلفية فالفكرة هالبا مويزة خلينا نجربوا نفس الشي على السفر مثلا نحدد الدائرة الاكبر بعدين دائرة الاصغر بعدين نمشوا لفورمات مرش شيبس سبستراكت الموضوع جميل جدا لحطوه بعد تالي مثلا بعدين جولي شيب فايل نلونه باي لون احنا نبوه هي تلون يعني وكأنه احنا ابتكرنا سفر احنا نعرفوه يعني بالطريقة الطبيعية في اللحظة هادي نقدر نقوله بأن الفيديو او الدرس هادا تم ان شاء الله تكونوا استفدتم منا وستمتعتم به وكان بسيط وحلو هلو بنسبة ليكم وان شاء الله تستغلوا المهارات هادي يعني خاصة مثلا تقنية الendiوب تقنية اليوني تقنية مباشرة من اكتر المهارات التلاته او الت stitched 3 اللي هتخليك تبدع ممكن حتى يتعود على على استخدام التقنية هادي. بعدين يحاول يتبقى في اكتر من حاجة. امتى هيختم اي مشروع يحاول يدخلهم. يعني يحاول يستخدم يحاول يستخدم يحاول يستخدم يحاول يستخدم حيكون بس بتلاتة تقنية هادو من غير حتى الدروس الجاية. هيكون فيه اه تقدم كبير هلبة في مستوى او في الحرافية متاع او في كمية الابتكار الخاصة فيه. يعني هيكون فيه اشكال مش موجودة في فأنا يعني حنشوفها هنحسوا كأن الشخص استخدم مثلا الفوتوشوب وبتكر اشكال وصممهم بعدين جابهم للباوربوينت وممكن ياخي كان حجمه مش مناسب فمشا يرجع للفوتوشوب بعد الحجم ورجع للباوربوينت. فأنا هنحس بس ان هو خدم هلبة شغل يعني يتعب هلبة في البرزنتيشن. بينما هو كل شي قدر يديره باستخدام ميكروسوفت باوربوينت بكل سهولة وبساطة وفي تواني معدودة. يعني احنا يتوى مثلا عطلنا في درس بس حتى لان نحن شرحنا. لكن في حالة ان حد تفرج على درس مرة او اتنين او ممكن ثلاثة اربع مرات. المهم اللي عندما يتعود على على الفكرة مع المضمون الخاص بها. هياخد مننا الموضوع التواني بس حتى يطبق اي تقنية من تقنيات هذه. فحاولوا بس ادخلوهم ويريت لو عندكم اي تعليق تخليوه في تعليقات اسفل فيديو. وحاولوا تشاركوا الدروس او سلسلة والفيديوهات هذه مع صحابكم حتى نحاولوا نوقع المهارات وميكون شوية حكرة على التعليم. ان شاء الله نتلاقوا في درس القادم وموافقين جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.